الناس بتكون عاوزة نوع من انه اوكي انا عارف الاخبار او شي مكرر بس انا يعني الناس وصلت لمرحلة انه فيه ناس بيقولك احنا والله بنبعد عن الاخبار صحيح ما عاوزين نعرف اللي حاصل خلاص تعبنا نفسياتنا تعبت والكلام ده فبتحاول انه انت تجيب الاخبار الجديدة او الابديتس اللي بتحصل على اي نوع من انوار الحروبة والكوارث بطريقة ساخرة لانه الانسان بطبع اصلا بيحب انه مثلا يعني عاوز يجي الخبر وهو فرحان يعني هو خلاص شاف ما يكفي من الحزن والألم وعاوز انه انت توصل الموضوع على الاقل يعني تضحكه شوية فانت بتحاول توصل المعلومة بطريقة ساخرة بس في بعض الاحيان فيه مواضيع الناس انه انت لما يتكلم فيها بطريقة ساخرة الناس بتفهم الموضوع غلط يعني كذا مرة من تجربة شخصية انه مثلا عندنا يعني قبل كده موضوع الفياطانات في السودان الناس بتغرق والبيوت تدمرت وفي بيوت اصلا يعني الفياضرات شالتها فجيبنا الموضوع بطريقة انه حياتنا تحولت تحت الماء طالب يعتبرها ليست بالوقت المناسب فالناس بيشوفون انه الناس بتموت وانت بتنكت وانه مع انه في نفس الوقت انا بشد انتباهك انه انت حاليا حاسب الالم فانا بحاول ابسطك شوية على اساس انه انا اوصل لك المعلومة اللي انت هارب منها نفسها وهي طريقة ربما اسرع لايصال الرسالة بالضبط وهي تعتمد بالاساس على الاسلوب لكن محمد يعني في المقابل في ظل الظروف اللي احنا يعني نراقب ما يجري الآن من عدوان على اهل غزة واهل فلسطين في حالة نفسية سيئة بتكون لدى اي انسان فما بالك بالمبدع او صانع المحتوى كيف يمكن تجاوز هذه الحالة لانتاج لتقديم شيء يعني لعمل شيء اه 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 وانتاج شيء اه للجمهور وما شوفي في الاخر يعني في الاول والاخير انا انسان زي اي انسان مشاهد في وقت معين عندي مدة زمنية بعرض فيها بقدم فيها حلقة او محتوى بعد ما اقدم الاحتوى برجع بكون يعني نفس الوضع النفسي اليهم فبفكر انه طيب انا في نفس مكانهم فانا لو عاوز اوصل المعلومة بطريقة شوية يعني فيها نوع من السخرية او نوع من الضحك اه شنو المطلوب مني انا اعمله على اساس انه اقدر اوصل لك المعلومة وحاول اخليك تبتسم شوية فبيتحاول تشوف انه يعني تقس على نفسك انه كيف ممكن الليل انا اضحك نفسي او مثلا الشباب اللي معاك او المصورين او اللي بتشوف انه المعلومة لو وصلت بطريقة لو في حد مثلا تلمحت في الستوديو او المصور اللي قدامك انه بتسمى وضحك فانا بتشوف انه انت قدرت اتواصل المعلومة معا وكانها مؤشر بالضبط وتعطي شوية نوع من الامل انه يا اخي يعني لعلها تهون والقادي محسن فبيتحاول انه تدي الناس شوية من الطبعنين يعني حتى مرات بنحاول انه لو حسيت انه ما في حد ضحك بتحاول انه يا لا يا شباب نعيد مرة تانية نجيبه بطريقة احلى وصوصا انه انا مثلا يعني المحتوى اللي بقدمه هو ارتجال يعني انا ما عندي اسكريبت مكتوب اشتركوا في القناة